تظاهر العشرات من أبناء مدينة الحلة مركز محافظة بابل اليوم الجمعة أمام مبنى الحكومة المحلية للمطالبة بخفض سعر الدولار ودعم المتج المحلي ومحاربة المضاربة بأسعار صرف الدولار وطالب المتظاهرون الحكومة الاتحادية بالقضاء على الفساد المالي والإداري في جميع مفاصل الدولة العراقية وأولى خطوات محافظة بابل ومستمرين إن شاء الله اليوم جئنا كل محافظة بابل بكل أعدادها بكل مناطقها بكل أزقتها للمطالبة أولا بتخفيص سعر صرف الدولار أولا وثاني المطالبة بإقالة لا محافظة بابل وسامة أصلا نعاهد أهالي بابل وكذلك نستغل هذه الفرصة بدعوة كل أهالي بابل وكل مناطق بابل وكل الأقضاء والنواحي في بابل للتحاق بنا ورفع صواتنا وتحت شعار واحد وتحت توحيد وتنظيم واحد وبهتاف واحد مثل ما تسمعونه هتاف الدكتور المنصوري كلا كلا لرفع الدولار كلا كلا الكاتم كلا كلا للميليشيات كلا كلا لأحزاب اليوم خرج أهالي بابل جميعا بكل أطيافهم والأستاذ موجود هنا والكاسب موجود هنا والتاجر موجود هنا خرجوا يطالبون بتخفيز صعر صرف الدولار هذا المطلب الأساسي اللي طلعت عليه الجماهير وكذلك المطلب الثاني هي قلة الحكومة المحلية في بابل ليش لأن في بابل معدومة الخدمات بابل منهارة بابل منكوبة هذه مجمل بعدما خرجت الجماهير العراقية بسبب أزمة الدولار بخطوة مركزية أمام البنك المركزي هذا اليوم هي خطوة أيضا مركزية في جميع المحافظات كل محافظة في محافظتها من أجل الضغط على أصحاب القرار ومن أجل اللقاء بممثلين الشعب من النواب ونقول لهم هذا شعبكم آذا ارتفاع سعر الدولار اليوم الأسواق معطلة بسبب الدولار شكرا